موسيقى مساء الخير المشاهدين في برنامج بيت للكل ومن استوديوهات التلفزيون الأردني العام الماضي في مثل هذا الوقت كان يتحدث فريق برنامج بيت للكل عن التداعيات الاقتصادية على منطقتنا العربية من خلال أزمة الأزمة الروسية الأوكرانية وكيف لهذه المنطقة العربية أن تنجو من تلك التبعيات الاقتصادية ليشاء القدر في نفس الوقت هذا العام لنتحدث أيضا عن التبعيات الاقتصادية للحرب على غزة وتبعياتها الاقتصادية السلبية على منطقتنا العربية بشكل عام الجميع يعلم وكل الدول العربية المحيطة حولنا في المنطقة بأن النتائج الاقتصادية كبيرة جدا وقد حذر جلالة الملك عبد الله الثاني منذ بداية الحرب على غزة بأن هذه الحرب سيكون لها فاتورة سيدفع ثمنها الجميع في المنطقة هذا الموضوع والتبعيات الاقتصادية السلبية على المنطقة العربية بشكل عام أثر الحرب على غزة اسمحوا لنا من الأردن أن نرحب بالأستاذ عوني الداود وهو رئيس لمركز الدستور للدراسات الاقتصادية أهلا ومرحبا بك دكتور قناة دكتورة أستاذ عوني الآن حذر جلالة الملك عبد الله الثاني منذ بداية الحرب على غزة بأنه إذا هذه الحرب أخذت وقت طويل واستمرت هذه الحرب على غزة سيكون هناك تبعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة وسيدفع الفاتورة الجميع وقد حذر حتى قبل غزة بعام من هذا الموضوع دعونا نأخذ هذا المحور إلى هذه الدرجة ستكون هناك فاتورة باهضة الثمن اقتصاديا على المنطقة العربية شكرا جزيلا سيتم رفاني بالتأكيد أنه التدعيات التي تمر بها المنطقة والإقليم والعالم كل حدث له تأثير اقتصادي بالتأكيد العالم واجه منذ عشرين عشرين جائحة كورونا وهي كانت يمكن ولا زالت في بعض كثير من الدول لها تدعيات اقتصادية عالمية لا زال العالم يدفع ثمنها العالم لم يكد يصحو من جائحة كورونا في عشرين عشرين حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية في عشرين لاثنين وعشرين وهي لا زالت مستمرة وبالتأكيد هناك فاتورة سياسية وعسكرية واقتصادية تماما على كافة اقتصادات العالم في عشرين وعشرين أيضا الحرب العدوانية على قطاع غزة والتي لا زالت فاتورتها البشرية قبل الاقتصادية وقبل أي شيء ثمنها غالي أغلى من كل قطرة دم لطفل ودمعة لامرأة تفوق كل حسابات كنوز الدولية كما يجب أن نقول أعود وأشير إلى كيفية مواجهة هذه التحديات أيضا جاءت الملك منذ جائحة كورونا عشرين عشرين بدأ برفع شعار ووجه الحكومات المتعاقبة إلى موضوع التحوط وبالتالي هذا ما يمتاز به الأردن حفاظا على الأمن المائي الأمن الغذائي أمن التزود بالطاقة الأمن الدوائي هذا ما جعل الأردن منذ جائحة كورونا أن يتحوط ويخرج به تحويل دائما يمتاز الأردن بتحويل تحديات إلى فرص فكانت تحويلها إلى فرصة بما يسمى بمستوعبات التخزين للمواد الأساسية من قمح وشعير وهذا نجحت تماما منذ جائحة كورونا وأصبحت حتى نموذج يحتذى وهناك تعاون حتى أردن مصري فيما يتعلق بكيفية تطوير والاستفادة من هذه التجربة بكيفية حفاظ المواد الأساسية بالمستوعبات الأفقية وليس الرأسية كما هو موتان أعود وأذكر بأنه منذ جائحة كورونا كان الأردن متحوطا وقد نجح تماما بتفادي تداعيات الاقتصادية بدرجة كبيرة جدا فائقة حتى شهدت له المؤسسات الدولية الاقتصادية البنكي الدولي تقيي البنكي الدولي تقيي الصندوق الدولي كان يشير دائما ولا زال بأن الأردن من أفضل الدول وأقدرها على مواجهة هذا التحدي تجاوزنا بصورة جيدة والحمد لله جائحة كورونا بدأنا بمرحلة التعافي حتى الربع الأخير من عشرين ثلاثة وعشرين مؤشرات اقتصادية رائعة جدا تحديدا بقطاع السياحة الذي كان الأكثر تضررا في جائحة كورونا أصبح الأكثر تعافيا والأسرع والأنشط تعافيا فيما بعد كورونا حتى في أثناء الحرب الروسية الأكرونية كنا بعيدين بحكم المنطقة إلى آخرين أصبحنا قبلة للسياح من المنطقة والإقليم والعالم وحققنا أرقام ومؤشرات اقتصادية رائعة جدا حتى الثلث الثالث من عشرين ثلاثة وعشرين معدات تاريخية بآخر أرقام تقول بأنه حوالي سبع مليار تقريبا أو أكثر إرادات السياحة حوالي ست مليون سائح أرقام تقدمنا كثيرا في موضوع حتى السياح العلاجية سياحة مغامرات سياحة أفلام بمعنى أن القطاع السياحي انتعش كثير لدينا سياسة مالية وسياسة اقتصادية رائعة شهد لها صندوق النقد الدولي نجح الأردن بتجاوز ما يسمى بالمراجعة السابعة وهذا أدى إلى اتفاقية جديدة مع البنك الدولي لأربع سنوات قادمة عشرين أربع وعشرين عشرين ثمانية عشرين أقول هذه سريعا الأرقام لأن هذه مؤشرات تازى بها الأردن في حين لم تنجح كثير من دول المنطقة والإقليم حتى الآن برام اتفاقيات مع صندوق الدقد الدولي وهذا شهادة دولية من هذه المؤسسة العريقة بنجاح السياسة المالية والنقدية للأردن والتي أدت إلى الوصول إلى بر الأمان أعود لما تفضلت به الآن تداعيات الحرب على غزة الحرب على غزة يحكم فضل أسمح لي بأستاذ الكريم أن أنوه وأركز بأنه إذا ما قارننا الخسائر الاقتصادية والتبعيات الاقتصادية على المنطقة العربية بشكل العام وأكد مرة أخرى كما قلت فإنها لا تساوي قطرة واحدة من دم أهالي غزة بالتأكيد الحرب على غزة يحكم من جاز التعبير قيمة الفاتورة الاقتصادية الأمر الأول طول أمد الحرب لما أن كل يوم تزداد هذه الفاتورة والأمر الثاني مدى توسع رقعة هذه الحرب وهذا ما كان بمعنى أن الخسائر الاقتصادية في الشهر الأول ليست هي كما بالثانية وليست بالثالث وليست كما نحن الآن بعد اليوم المئة وإلى آخرية والله أعلم إلى أي أمد سيطول هذه الحرب وإن كانت معظم المؤجسات تقول أنها طويلة قد تمتد إلى الانتخابات الأمريكية ربما لنهاية العام لكن لا أحد يدري نحن أيضا يضاف إلى المعضلة الأخرى لما يتحكم بموضوع الفاتورة الاقتصادية ما يسمى بعدم اليقين حالة عدم اليقين لا يوجد ما هو اليوم التالي لا سياسيا ولا عسكريا ولا اقتصاديا فبالتالي صعب من الآن نحكم بمعنى هناك خسار بالتأكيد خسار مباشرة خسار على الاقتصاد الإسرائيلي خسار على الاقتصاد الفلسطيني هناك وفقا للتقايد الدولية الدول الأكثر تأثرا بما يجري في هذه المنطقة وهي الدول المجاورة للفلسطين المحتلة وهي بالتأكيد الأردن لبنان مصر حسب التقايد الدولية أيضا للبنك الدولي صندوق النقل الدولي هناك تقرير مؤخرا لستاندرد أند بورز مؤسسة عريقة تقول بأنه إذا استمرت الحرب فبالتالي هناك الخسار تحديدا على القطاع السياحي قد تصل إلى 16 مليار دول تقريبا الأردن ما بين 600 مليون إلى 4 مليار حسب طول أبد هذه الحرب أيضا أستاذ عوني اسمحي بأنه نحن نتحدث كمان عن معبر هام جدا نتحدث عن البحر الأحمر وما تبعياته التجارية وأيضا التزويت في مجال الطاقة وما إلى ذلك من أمور بالتأكيد سيدي هذا ما كنت أقوله بما تعلق بتوسيع رقعة الحرب أو مساحة الحرب وصلت إلى باب المندب وإلى البحر الأحمر وهذا باب المندب يعتبر ثاني أو ثالث أهم ضيق في العالم كونه يتحكم بحول 15% من التجارة العالمية هذا الباب المندب والبحر الأحمر أيضا أهميته لقناة السويس 98% من اعتماد قناة السويس على السفن أو ما يمر من سفن وباخرات من باب المندب أيضا أهمية الموانئ بالنسبة للأردن بالنسبة للأردن لميناء العقبة حوالي 65% من المستوردة تأتي من باب المندب 55% من شرق آسيا وحوالي 45% من أوروبا هذا أدى إلى ارتفاع ارتفاع كلها في الحاويات والشحن والتأمين البحري ارتفاع هائل من 160% إلى 180% تقريبا لما تعلق بشرق آسيا 60% إلى 100% لما هو قادم من أوروبا وأمريكا هذا بالتأكيد أثر وسيؤثر وأثرها العالم أدى إلى تحويل كافة خطوط البحرية 18 شركة تقريبا ستة من كبار شركات النقد العالمي حولت إلى الرجاء الصالح هذا يؤدي إلى طول المدة الوصول وبالتأكيد زيادة الكلف بالتأمين البحري كما قلت وبالتالي سينتقل إلى المستهلك النهائي وهو المواطن حيث ما كان في كل الدول سترتفع الأسعار بالتأكيد إذن هناك توقعات سيكون هناك ارتفاع في الفقر هل يمكن أن يكون ذلك ارتفاع من نسبة الفقر والبطالة في دول قد تتأثر من تلك الحر؟ المشكلة أن هذا الحدث يأتي في وقت كل مؤشرات العالم تقول بأنه 20-24 وفقا للتقاية الدولية أيضا بأنه تراجع معدلات النمو في العالم في ظل تضخم عالمي وتزايد تضخم عنا بفعل ارتفاع الفائدة الذي يتوقع أن يستمر على أقل حتى النصف الأول وربما يستمر حتى نهاية العام بمعنى هناك ارتفاع هذا سيؤدي بالتأكيد يعني تراجع معدلات النمو بالتأكيد سينعكس على أمرين نعكس على البطالة ارتفاع معدلات البطالة وسينعكس على المديونية ارتفاع المديونية وصعوبة الحصول على قروض هذا يعني مهم جدا وله تدعيات أعود وأقول ما هي تدعياته على المنطقة نحن نقول ما هي تدعيات ما يجري بالعالم وما يجري في الإقليم والمنطقة تحديدا على الاقتصاد الأردني على الاقتصاد المصري العراقي والفلسطيني تحديدا لماذا؟ لأنه وفقا لمشروع التكامل الاقتصادي الأردني المصري العراقي المشاريع التكاملية في المنطقة والتي تكون حل من حلول الخروج من هذه الأزمة وربما لا بد من الإشارة مدام تكلمنا عن باب المندب وعن البحر المحمر أنه هناك خط تم إطلاقه في بداية هذا العام أردني مصري وهو يتعلق بيسمى بالخط التجاري البحري الأول هذا مهم جدا نقل حاويات لأول مرة من شمال أردن عبر ميناء العقبة إلى نوابع وصولا إلى موانئ البحر المتوسط وبالتالي إلى أوروبا وكافة الدول العالم هذا مهم جدا هذا ممكن أن يسميه مؤقتا حل مؤقت يمكن أن يبنى عليه لما يجري حيب باب المندب لأنه إذا تفعلنا معه بالعراق ممكن تستفيد منه شمال سعودية تستفيد منه إذن هناك حلول هل باعتقادك أن هذه الحلول ما هي فرصتها في ظل دول كل دولة تعاني من أزماتها السياسية الاقتصادية الأمنية ما هي فرصنا في المنطق؟ مواجهات مثل هذه الأزمة هناك أكثر من حل هناك حل خاص بكل دولة حلول وقرارات تأخذ كل دولة على حدة وفي حلول تكاملية لأنه عادة مواجهات مثل التحديات الكبرى لا تقوى دولة على مواجهات الوحدة خاصة حين يتكلم بالأمن الغذائي أو الأمن المائي هذه الأمور لا بد من تكافل أو تكاتف دول إقليم وربما العالم حين يتدخل فيها كورونا العالم كله تفاعل معه أعود وأقول أردن كيف واجه؟ أردن واجهة الآن بكثير من القارات القارات صدرت منذ أيام متعلق بمحاولة على تثبيت الأسعار خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان مبارك في مواجهة ارتفاع أسعار متوقع جراء ما ذكرناها منذ قليل ارتفاع كلف الشحن بمناسبة ليست ارتفاع كلف مواد غذائية بالعالم أبدا هي ارتفاع كلف شحن وارتفاع تأمين وبالتالي هذا يعكس على المنتج النهائي وبالتالي إجراءات تم اتخاذها تسهيلات على التجار فتح الفرصة أمام التجار لأنه إذا كانت الحكومات والحكومة الأردنية بالتأكيد تتولى ما يتعلق بالأمن الغذائي للمواد الأساسية ومنها القمع والشعير فباقي المواد استولدها القطاع الخاص فإذا لابد من دعم القطاع الخاص هناك تسهيلات جمهوركية للقطاع الخاص تسهيلات بالتخزين للقطاع الخاص حتى يستطيع أن يقوم بدوره بالتخزين قدر الممكن ما يتعلق بالإقليم هناك مشاريع إقليمية مهمة جدا ذكرت واحد منها ما يتعلق بالنقل البحري نتكلم عن مشاريع غاز مهمة جدا الغاز المصري مشاريع الربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق مشاريع الربط الكهربائي مع الأردن وفلسطين الاقتصاد الفلسطيني مرتبط تماما بالاقتصاد الأردني شركة زراعية أردنية فلسطينية تصدر إلى دول الخليل بمعنى التكامل الاقتصادي ما بين هذه الدول الإقليم هذا مهم جدا لدينا أيضا مشاريع التكامل الصناعي ما بين الأردن والإمارات وملكة البحرية ومصر هذه المشاريع وتم التوقيم مؤخرا على كثير منها ما يتعلق بالطاقة الكهربائية الطاقة المتجددة بمعنى التكامل الاقتصادي العربي مهم جدا خاصة في هذه الأزمات لأنه بالتأكيد دول الجوار أولى وأقدر على حال مشاكل نحن نقول أحيانا في مقول دائما لجلالة الملك والتأكيد عليها بأنه تحويل التحديات إلى فرص وهذا ما جاء في الأردن في الحرب على غزة عادت ثقة المستهلك والأفراد فيما يتعلق بالمنتج المحلي نجد بأنه في المقاطعة للمنتجات الغربية سلوك المواطن الأردني التجاه الآن إلى المنتج الأردني وشراء المنتجات الأردنية فهذا التحدي أعطانا فرصة كم هذا بيلعب دور أحيانا في موضوع التقى بالمنتج العربي بشكل عام المنتج المحلي بشكل خاص كم هذا فعلا بساعد في رفض الاقتصاد الأردني بشكل خاص بالتأكيد رب ضارة النافعة وبالتأكيد هي التحديات تتحول إلى فرص الثقة بالمنتج المحلي لدينا في الأردن منتجات محلية تصدر إلى 140 سوق في العالم منتجنا المحلي مهم جدا وصلنا بموضوع الاكتفاء الذاتي إلى الاكتفاء ذاتي بسلع مهمة أساسية بالألبان بالأجبان بالدواجن باللحوم لدينا اكتفاء ذاتي 100% ولدينا اكتفاء بصناعات الغذائية الأخرى تزود السوق المحلي بحوالي 65% هذا إنجاز أصبحنا الآن نرى ونشاهد على أرفف كثير من الأسواق والمولات المنتج العربي المنتج المصري المنتج السعودي المنتج العراقي بمعنى أنه أصبح أيضا هناك في منتج عربي يسوق له له الأولوية وليس كما كان سابقا هذه فرصة حقيقة تماما كيف نحول التحديات إلى فرص من خلال تفعيل ودعم المنتج الوطني المحلي كي يتمكن أن يكون منافسا لباقي السلع والأخرى وأيضا التكامل العربي كما تفضلت دكتورة بأنه أيضا كيفية هيكون هناك التكامل العربي ما بين الأسواق العربية المشتركة بمعنى آخر أن تفتح الأسواق أن تهيئ الفرص لتفعيل هذه المشاريع لأنه يجب أن ندرك تماما مقول الجالة الملك دائما بأنه قوة ومنعة الاقتصاد الأردني هي قوة ومنعة للأشقاء الفلسطينيين بمعنى أردن قوي يعني وطن عربي قوي يعني قدرة على مواجهة التحديات وقدرة على نصرة الأشقاء الفلسطينيين أنا بدي أشكرك على هذا الحديث الشيق الأستاذ عوني الداود وحضرتك رئيس مركز الدستور للدراسات الاقتصادية شكرا لك شكرا لحضورك لبرنامج بيت للك شكرا جزيلا وتحياتي لك وكل مشاهدي شكرا لحضورك للمشاهدة